صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا هدير صباح الخير عليك يا دي على كل مصير في كل مكان علاقتك ايه بالحيوانات الاليفة دي؟ يمكن انا زي كده كنت بخاف منهم جدا وما زلت يعني مايش تجارب مع تربية الكلاب لكن طبعا ربيت القطط هما ممتعين جدا في البيت وفي روح كده بتبقى جميلة جدا مسلية زي ما بنقول وزي يمكن ما كنت بتقولوا ان الاطفال مهم جدا ان احنا نعودهم على تربية الحيوانات الاليفة في البيت لانها بتزيد من احساسهم بالمسئولية اكتر تجاه اي حاجة في حياتهم كمان هي الدراسات اثبتت انها بتساعد كبار السن على التخلص من التوتر وكمان ضغط الدم ومسلي جدا في حالات الوحدة خاصة لكبار السن العيشين لوحدهم واللي بيعاني من الزهايمر الحيوانات الاليفة بتقلل من اضرار الزهايمر عليهم فده بالنسبة يعني تربيتهم مهمة جدا في البيت اه اللي عنده امكانية واللي عنده مكان واللي قدر فعلا يضربهم بشكل كبير لان هم مسئولية كبيرة جدا كأن طفل موجود معاك في البيت محتاج ان انت هتهتم باكله وبنومه بكل حاجة خاصة بيه وبصحته كمان وبالتطاعمات الخاصة بيه لو عندكم القدرة ان انتوا تعملوا ده لازم ترابوا حيوان اليف في البيت